طريقة غريبة جداً. حاولك بصدي. الشكل الكيرف اللي هو في المدخل. احنا خدنا اللي هي البوكس. واخدنا ان انتي تروح تعملي سيجمينت. ده اضطرارة منك عشان تروح تعملي امر بند. الموديفاي. واجيب هنا امر بند اوه. واجه ازود له هنا الانجل. وغير هنا المحور. ثم هتيجي تعملي زي ما انت قلت بزبط كده. انا هاجي اعمل لها مرورة. وغير المحور بتاعت. انا هزون كده اهي. انا لفت لفها وده انا اكتنيها جوحة. لا لا معرفش واحدة واحدة ما احنا بنتعلم الطريقة الصحة. يعني احنا واحدة نشوف كده الدنيا ماشية ازاي. او ما كنت حاسة انها غلط يعني. انا كنت حاسة انها بعيدة ايه. بس انا استفقت من الحاجة اللي انت عملتها غلط اللي تقولي عليها. وانتي استفدتي وهم استفادوا كمان بالطريقة الصحة. طيب عندي سؤال تاني بقى. ياريت. وياريت بلاش سؤال تاني بس. يعني لديت اسئلة تاني كتير. الحتة اللي ميلة اللي وره دي. انا عملتها بوكس او. عملتها بوكس عادي. بعد كده اه اخدت البوكس ده وعملت ادت بولي. اه. واخدت البوكس بتاعته ونزلتها التحت. بحاولك بص هو ايدة بولي احنا نفسي ما اخدناه. خدت بقالك. طب ايه هو. محاولة دور على طريقاني. ما اقولك ايه. لا مش بقالك ان انتي ما تعملوش كده. انا بقولك ما اخدناهش عشان ليصنع الفيديو. يفتكنا احنا خدنا ايدة بولي. احنا ما كلمناش فيه. احنا كل احنا الشغل احنا بنشتغله هو شغل كيجيهات. اللي هو الشغل اللي هو ليه. كده عملت بروبوليون. بس لما عجيت عمل بروبوليون. شال الحتة اللي انا قرأدي عايزاها. يعني هو. ما اخدتهاش كابي ليه. ما كانتش بتزبط. يعني هو كان بيشيل البورت اللي هو التريانجل. اللي هو اللي انا اساسا اعماله تريم. انتي لما عتيجي ترسميها. احنا كده كده نتفن. احنا نرسمها مفرغة. يعني انا هاجي هرسم مثلا الحتة بتاعتها هي كده. ده البوكس اللي هو الموجود. اهو. فيه امر من ضمن الاوامر اللي احنا اتكلمنا فيه. احنا كلمنا في قلة تماشصة. بالحب يعني. بالشرحة. يعني يعني. اهو. دي انا ممكن اجي امسك الفيرتكس اللي هي اللي موجودة دي. فالباك انا بعملها بطريقة غلط عشان وليكي الفر. امسك دي كده. وهاجي هنا بامر موف وروح ننازل به. بس هتلاقي ان هي كسرتلك الشكل كله صح? اه. فدي كده ما تنفع. طب. هل هي حل تاني؟ اه. ان انت عندك مجموعة البداية اللي انت تختاريها. بيوجهك لحل واحد معين لحد ما احنا اخدنا فهم. اللي هو ايه. ان انت هتروح تجيبي هنا قبارة عن اوبجيكت اهو. والاوبجيكت ده هتكبري. عشان تيه تاخدي لي زاوية ميل. وانا قصد الكلام ده. وقصد اقوله قدامكم الكلام ده. عشان تعرف ان لما تيه تقطاعي لازم الكتلة تكون اكبر من جزئة اللي انت هتقطاعي. ثم. انا عملت كده بس كنت عملها ببلاين عادي. مع البلاين عادي هتطلع فيه منه صعيد اسود وكمان السيكنس مالوه سيكنس. حاجة هنا بروفوليان اهي. واجه هنا هاخدها كابي. واجه هنا اهو كده رح واخد دي كده. يبقى هو كده طرح وساب لي ايه الكتلة اللي انا هعملها. طب الكتلة دي هعمل فيها ايه. يا دوبك انت هتروح هتقليل السيكنس بايتها. السيكنس كده اهو. واللينس والويتس بتاعك ده هتقليل انت تتغيريها لحسب المقاس اللي عندي. طب انا معلش انا هعرف المقاس اللي عندي ده ازاي. كنا احنا بنعرف مقاس ايه كتلة ازاي. من الموديفاير بتاعها بخش في الكتلة وبشوف. طب الموديفاير ستاعتها مش موجودة وتعمل عليها في روبولير هعمل. هو بيت الناس فينا. ممكن نعمل سناب ولا مش هينفع. ماشي اعمل سناب بس اللي سناب دي بتنور نقطة. لكن ما بتقس خط. ممكن اعيز بقى الماجر بتاعها. منين؟ ديستان بتاعت. منين؟ تقريبا في ايدت او تولز. هتلاقي عندي كلا مين؟ في تولز ماجر ديستانس. وهبتدي ان انا ايجي هنا كده من العبدلع الكلاني. اللي هو ده. لحد اين هو. ماسه كام؟ 165 سنت. هتشايفها؟ هي فين؟ تحت في الكورن الشمال من تحت. في المستطيل اللي هو الابيض. انت عملت تاني. انا هقولك جدنا مين واعيدة تاني. طب انا كده عملت ايه. انا عرفت مقاس الفرق ما بين الحطة دي والحطة دي. عشان لما تيجي هتغير التخانة اللي هي دي. ما تبالك؟ يعني دي تبقى هنا مية خمسة وفتن سنت. حد معي يعرفيني. او معاقبة. طيب. يبقى انت كده تقدر ان انت تاخدي الكتلة بتاعتك دي وفيك تركي بيها فتن. بالارتفاع اللي انت عايزاك. اللي هو ارتفاع زوية الميل اللي هي دي. اللي هي دي. اللي هي دي. حانقص برضا كلتاكنس التاني اللي هي زوية الميل بتاعتها دي. اللي اتفاع بتاعتها. يعني اللي انا قصوده ان انت بعد ما تطراحي. هتستخدمي نفس الكتلة بتاعتك اللي انت طرحت بيها. عشان تبتدي انت تروح تعمليه عملية تغطية بيها. طيب. يبقى انا كده استفدت ايه من اللي انا عملته ده. استفدت ان انا عرفتك ان انت ممكن تروح تقيس شكل الكتلة. او الكتلة بتاعتك. حتى لو انت فقدت البرميتر ستاعت. طيب الكلام ده منين. باجي من قائمة تولز. هتلاقي فيه عندي كنا امر اسمه ايه. باجي بشغل اسناك. وباجي القط النقط ما كان من عايز. المقاس اللي عندي كان تحت. مية ستة عشرين. وكذا. اه بس انا عندي مشكلة. مش انا كان عندي المقاس القديم ده كده الوقتي. لو انا روحت عدلت. اه لو انا روحت عملت كامل ميجر دستنس تاني مرة. ويست ده. هو اللي اولينا يا جماعة كام كان انا نسيت. طب ما احنا نسين احنا كمان. طب انا هعمل ايه. هتلاقي فيه عندك هنا من ضمن الهيلبرز الموجودة اهي. هتلاقي فيه عندك هنا ايه. دي بتعمل ايه. دي بتعمل زي الديمانشنز تعتكد. بتروح تحط خط زي الديمانشنز كده. وبيجيبك المأسعة. بروح احط خط تاني. وبيجيبك المأسعة. والخطوط دي ما بتتشلش. عشان لو احتجتيها حتى ومسكتيها. ودخلت على موديفاي تقدر تعرفي مأس اي ضلع اي مكان. يعني الفرق ما بين قيمة طول. والماجر ديستانس انهو. انت عندك مخطرة ان انت تروح اي سي ضلع واحد. ولما فيك اي سي ضلع تاني الاولين بيختار. اما التيب اللي موجود عندك هنا هو كده. في الهيلبرز اللي موجودة هنا هو يا رقية. اهي. بتسمحك ان انت تروح تعملي اكتر من واحد. وتقدر يتعملي سيلك. فتخش على موضيفاي تعرفي مأس. وصلت؟ اه تمام. يباحنا كده في المشكلة الصغيرة اللي انت كنت مفروض تسأله فيها. تلعنا بكم معلومة. هو ده المقصود من فيد باك يا جمال. طيب. ان انت تسأله. يعني انت كنت تسأله على عملية الطرح. قريبت كم معلومة في النص. كتير. طيب. في حاجة بقى اخير. الكتلة بتاعتك اللي انت عملتها دي. تمام؟ سواء كانت مفرها او مش مفرها. انت ممكن تروح تجيب الكتلة وتديلها زاوية ميل. بالرديوس ومقاس وصنطي وميل. انا عندي هنا هو فيه امر اسمه ادت مش. ادت مش و ادت بولي استردامتهم كتير جيد. يمكن ادت بولي اخوة بكتير. بس معلش ادت مش و برضك ادت بولي بيعاملوني حاجة في الجزئيات. باجي امسك الاج. اللي هو الحافة اللي انا عايز اكسرها. وحتلاقي فيه عندك هنا هو كده من ضمن الاوامر الكتير امر اسمه هنا ايه. مدوس واسحب. حتلينا هو عملك الكورنر اللي انت عايز ايه. اه بس ده كده بالحب. تعالي حضرتك هنا جنبيه وخط القيمة او المقاس اللي انت عايز ايه. انا بحط المقاس اللي ايه مقاس اللي الصيد يعني. اه اللي انت عايزة. لا اللي هي قيمة التشانفر اللي انت عايزة تحطيها. فبيخسمها من ضلع دا ومن ضلع دا وبيوصل ما بالل اثنين. زي فعلة التشانفر في الكات نفس الكنتر. اه اوكي. طيب عايز اعمل اكسترود. اذا ممكن ايجي على الصيد الجمعة. الجمعة انت معي صح? ايجي على الكوليجن الفلاني. واجه اروح اعمله اكسترود. جمعة انت هنا جمعة? واندي حكتين. يبقى كده هطلع بايه بنتيكتين. اللي هم ايه. انه جوه قيلة مش. انا ممكن اي امسك اي اج واديله هنا تشام. زي ما كانت نور بتسأل من شوية. ممكن ااجي هنا كده على اي صيد او على اي بوريجن. من دولة. ادي بوريجن اهو. وامسك البوريجن ده. واروح اعمله هنا اكسترود. طبعا بالمقاس الهزار اهي. او حتى مانيول بيديك زي الاسكتش اوب. يعني امسك البوريجن واجه هنا على امر اكسترود. وادوس على الصيد اللي انا عايزها. وابتدي ان انا اروح اعمله ايه. اكسترود وارفع. هتشعيف. طيب. دي جزئية بتاعة زوية الميل اللي هي احنا اصلا اساس الدخلة بتاعتنا اللي هي. في حد عن سؤال تاني. او ممكن اعرف ازاي بنى لوكل دايركشن عشان. لما عامل الكوبي. اقول لي. انت لما بيكون في عندك كوبي. وبالذات لما بيكون في عندك تفاصيل كتير. طب انا مش عارف انا مسك اني واحدة من ضمن الكتل اللي موجود عندي كتير دي. دي انا عايز اكوبي. اللي هي دي. بصي مش عارف اتمسك. طوانس ان انت مسكتها خلاص دي بقى بالنسبة لك ايه خلاص حاجة حلوة يا. فانت بتيجي من تحت خالص. على ثريدي ماكس من تحت خالص. هتلاقي في عندك هنا شكل الفي. شايفها. او. او تمام. لو بحركة دستي عليه كده. وجتي في اي مكان من هنا مسلا. ودستي شفته وسحبت. بصة او هياخد مين معاكي برده. او لا انا قصد يقلوك بقى دايركشن الموشن نفسها. معاكي مش فاهم. يعني انا بس ان اريد انت احرق في الاكس بس. او. 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 انت عايزة تحرق في الاكس او في الواي بس. او. وقفي على الاكس او الواي. على الاكس كده وينور باللول الاصفر وشفته واسحب. ولازم اقفع بس لا. او. او. لا يا جماعة انتو فيم من بدي وضع. طب ما معتليش ليه بويس على الواتساب. او. اما انا قلت اسحب في المحضر بعيد. او ايه اللي يخرج بعد مكرة ما احنا من اول امبارح او رسالة على الواتساب بطلع بريك من اي كورس وورد. خلاص المرة جاء. طب ما نكسل سوال تاني بقى. مالش. ياري طب ما غير مالش. انا عملت العملت عشان اعمل الهول. دكتور انا نت عندي بويس. مالش شوف اللي انت عايز وانا عادولك شاني احنا. احنا فاسمع لشوف. طب شوف ايه المتاح ان شاء الله حتى من وبويل وانا عيدلك اللي انت عايز. انا مش عايز ما احض لراسله. خالص. طب شوف ايه المتاح وقولي. طيب اولي. دكتور انا عندي سؤال. اولي حلم. الباب اللي في الفيلا احنا عملنا زي الكروس اللي عنده. حاولي. الباب اللي هو في الفيلا ده. يعني انا لو جيت انا هنا هو كده. احنا فيه من ضمن الاوامل اللي احنا خدناها في 3D اللي هي البلين. اللي هو. ماشي. السيجمانس اللي فيه احنا تفانها زالا انا ممكن اقللها. وكان فيه امر بيديني الفريمز بس. يعني حايت لو جيت هنا وقلت له هنا لاتس. وينتر. ايه. وشينتجوين. ده عادي يعني وده احنا كلام ده كلمنا فيه صح? صح. طيب. لو انت جيت بساتي بعينك من تحت هتلاقي فيه عندك هنا امر سموه. اجنور هدين لاتس. شل تهم. هتديني فردة واحدة بس. عايز الفردة تانية هعمل ايه. حاجة هنا اقول له هنا ميرر. ايه. اوكي. اذا لأ دكتور انا ما شفتش اذا اعملنا كراس. بعد اللاتس اعملنا ايه. بعد اللاتس جيت قلت له هنا. شي اللي انصحنا على كلمة اجنور هدين اجس اللي ايه دي. اهي. اهي. وبعد كده رفت عامل ميرر. اوكي. ماشي ايه تاني. اه ممكن اسأل حاجة معالش. ياري. لما كنت بعمل بتاع البلكونة دي. اه. عملته بسي تشانل بعد كده ما جيت اعمل تايبر عشان اعمل. خلي بالك احنا فيه عندنا مشكلة في السي تشانل اه. الاكسات بقى. ياريت. لما تيجي تعملي جامعة او طرحة عليها. الكتلة نفسها بتضرب وتنزل على الارض. فانت عندك السي تشانل او الالي تشانل دي بتضرب معك. يعني متنفعش في البروبوريوم. او لا انا انا كنت عايز اعمل اللي هو الريل ده اللي فوق. فعملت سي عشان يبقى اسهل. وبعدين جيت عامل تايبر كان بيعمل لتو سايد بس ما كنتش بيعمل التالت. ما دي فيها مشكلة سواء كانت في السي تشانل او الالي تشانل. اوكي يعني عاملوا. بوكسز اه. اه بوكسز طيب طيب شكرا. اه. وخلي بالكو بردك فيه مشكلة في الولا ما بتيجي تتراحي منها اي حاجة بيبقى فيه جوانب صودة. فدي بتبقى مشكلة في الماتير الفيما بعد ما بتروح. ايه. 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 انا عندي سؤال ازاي ممكن اسناب على على انترسكشن. يعني لقيت من السناب مسلا ما فيش اوبشن اللي يبقى فيه انترسكشن فيه. ما هي الورتكس انترسكشن. لا. يعني مسلا كان فيه تو بوكسز. لو فيه مسلا تو بوكسز. والتو سايدز من البوكسز دول عمليه انترسكشن. انا بقى عايز اسناب على البوينت. لازم تمسك هما الاتنين وتقدي ما بينهم نقطة عشان يقدر يحس بيه. ازاي اخد ما بينهم نقطة. هترسمي بالسناب. يعني انت عندك مسلا هناو كده. ده اوبشيكت اهو. وده اوبشيكت تاني اهو. خلاص. اه. انت جمع ولا هما الاتنين كده موجودين بس. هما الاتنين موجودين بس كده. خلاص. يبقى انا ممكن اجي كده هنا من موديفاي. وابتدد ان انا اجي هنا على ادت مش. وحركة تيجي هناو كده على الاتاتش. عشان يبقى هنا اوبشيكت واحد. يبقى ان هو يحس بالبوينت. يعني هاجي هنا كده مثلا مثلا. انت عايزت السيمة عليهم صح ولا عايزت عمليه فيهم ايه. عايزة مثلا اخد بوينت الليه في انترسكشن الليه عند الطب. مثلا. اللي هي دي كده مثلا. اه. عايزت اخدية وضيفين. عايزة اسناب عليها مثلا. عايزة افضأ منها بوكس تاني او حاجة. اقولك. احنا بقى ممكن في حاجة لسه لسه ما كد نهيش زي مثلا جوه ايدت مش. في حاجة اسمها بريك مثلا. ممكن اقص الأجزاء دي. وحتى الانترسكشنز او التفاطعات تعيدهم ممكن ابيد ان انا عمل. دي لسه ما كد نهيش فيها. ليه كزا حاجة هنا جوه ايدت مش. اه. 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 سؤال براس الأخير كده هو انا. ما ينفعش ايدت فيه. بحاجة عملت لها. بروبوليون صح. اه. بس هو ينفع. بس ياريت ما تستظموش. يعني ايه. يعني انت عندك هنا ادي كتلة و ادي تاني. وحضريك جاتي هنا كده من كوباون. بروبوليون ايه. استارت. روحتو اخدي. انا عرفت ان انا مسلا ان الريديس ده صغير فعاز اكبره. طب هينفع. عايزة اروح اوسا. عزلع في الريديس اصلا متاع الاسفير دي. البروبوليون ما نعيدني من الكلام. حريك هتلاقي فيه عندك هنا ايه. ايه. اوبران. اوبران. اه. هتلاقي فيه من تحت عندك ايه. السفير. دوش عليهم. ارصال السفير وغير الريديس. بس الكلام ده متعاجلهمش في البلان متعاملش في الكلام ده انه ممكن يضرب الكتلة منها. اوكي. يعني انا شرحتها عليك اشي انت طلبتها فقط لكن ما تستخدموها. اوكي. شكرا. دكتور انا عندي سؤال. قول يا فنة. دلوقتي في الامر حضرتك وراتهورمان هو التو بوكسز اللي انا عملت لهم اتارش دول. او انا عملت لهم مبارح. هل بقى باقي الكتلة بيبقى موجود جوه ولا خلاص وانت انا عملت لهم مبارح بيشير كل الحاجات اللي يعني الكتلة اللي حصلها الانترسكشن وبيسيب الاوتر بس بتاعهم. لا بيسيب اللي جوه. احنا بعد كده ممكن نعمله ميرج فيشلي اللي هي الاوتلاينز او اللايز اللي موجود عندي من جوه او الواير اللي موجود من جوه. كتلة نفسها لو عملت ميرج بتشيل من جوه. بتشيل من جوه اه. اوكي اتاني. ميرسي. اتاني. هو في حاجة بتعمل زي يعني بتتنقل بين الحاجات لو في كزا كتلة جوه بعض. وانا عايزة سيلكت واحدة معينة. فحريك كفاهم قصدي؟ يعني زي التاب هريك بتشتغل ريفت. اه بتشتغل ريفت اه. اه يعني زي ما بنعمل تاب كده عشان يعود السيلكشن يتغير عشان اختار اللي انا عايزة اقامل عليها سيلكت. لا لا. شكرا. طبعا عندي سيلك. خلي بالك هو فيه زيتونة صغيرة خلي بالك منها برضك. يعني لما بكون فيه عندك خطلة زي كده بس احنا برضك ما كلمناش فيها. اللي هي دي كده. لو انت جديد ديوست على الف اربعة دي دي الوايرز اللي موجود. انا جديد دخلت مثلا من هنا على ايدة ناشي. خلاص؟ وجيت انا اختارت البوريجون ده. اللي هو ده او الاتج ده. طب انا عايزة اختار اللي حواليه طب انا هعمل ايه. هتلاقي فيه عندك هنا هو من ضمن السيلكشن اللي موجودة. هتلاقي فيه عندك حاجة اسمها لوب. والكلام ده بيطلع من اين. هتلاقي فيه عندك من ضمن التولز اللي هي مهمة حاجة اسمها ريبون اللي هو ده. شايف شايفه اه اولا. شايفه لسه مكلمش في كلام. طب ده بيعمل ايه. هيقولك انت مثلا لو انت حابة تعمليه سيلكشن اهو. ديه تول او المينيو اللي هي طاعت سيلكشن. نبقى ماسك فيها الشكل اهو. كده مثلا. طيب هي دي كده فيها مشكلة. المحروض ان فيه ويندو بتنزل عندي اهو كده. شايفها بتزر بتختاف اللي هي دي. شايفها. اللي هي دي. اه. الويندو دي تجبر. انا ممكن اجي اروح اعمل لها الكنانة بعمل لها كده. يعني هاجي اخفل هي. الريبون اهو. وهاجي اظهره تاني. هو ده كده. طيب. اه اي اظهر ده. هتشايفها. اللي هي اللي موجودة دي. هتلاقي ان انت تعملي ايه. بيديني امكانية ان انا اروح اعمل مسلا. يعني اروح اختار مسلا سيليكشن. واروح اجيب مسلا. اه درجة سيليكشن بتاعتي. اه ان هو يختار لي. يعني دي لسه ليها قصة كده كتيره. يعني بس لما ليه ناخد ايدي اتماشى او ايدي اتقول. طيب. اه دكتور ممكن تسأل. اه. اه هو انا بس لما اجي اعمل ري سكيل. اه هو كله يعني كانه بيصغر مع بعض. ما بيصغرشه من مكان اللي انا باسلكت منه. اقول لك هو مش بيصغر مع بعض. هو سنتر فوينت موجود عندك في النص. عايز تسهد من مكان معين وتثبت مكان معين ان ال سنتر فوينت او ايدي. يعني انا باجي على البيبوت ده. واجي اخد دي كده. واخد من هنا بيرت. اه 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 طبعا. واروح اجاي واخد دي كده ورح اجيب انا وكده على ال بيرت. لو انت رحت هنا عملت هنا ري سكيل. بص هيصغر ويكبر فين. هيسبت نحن ويحرك ان احبان. اه. 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 لحد ما احنا خدنا ايه. اوكي طبعا. كان عندي سؤال كنت الشباك اللي هو الشبابيك الكبيرة اللي كنا عملناها في الاكتب اللي هي في الموجودة في البلا دي. كنت يعني عملت كابي للشباك بعد كده عملت اه. لواحد منه هو كريب. ليه؟ اللي هما دول. لا لا اللي هي الوقفة بايتك كده. اللي هي عند الحتة. ولا دول. لا لا. ايوة دول. اه. انا كنت عملت يعني لما عملت لهم كابي عملتها ريفرنس. طبعا. لما عملت الواحدة. ما تعملاش ريفرنس. مش هتحتاج ان انت تعمليها ريفرنس. ان انت بتعملي واحد كامل. ثم بتنقلي سنتر بوينت بعد الجروب. ثم بتجي تكررين. وانا عملت كده بس لما يعني. انا. يعني لما جيت مثلا اعمل كلون الواحد. ممكن تعيزي يعمل بقى في الباقي. عشان ما عادش اقرر. الكلون في كل واحدة. بس ما عملش بقى. لما عشو يعمل. بلا هو ساعتها الكلون دي كل واحد. اه. مش مساعت كل واحد. التكنيينة اللي انت تعملي دي كده مكررة. حمسك واحد. واروح عمله لا تنسوا. واروح عمله الشباك. واروح عمله جروب. واروح عمله جروب. اه اوكي. اه اتاني. السؤال. هو الانترسكشن. يعني بيشيل الحاجات من جوه بعض. بس اليونين الحاجات بتبضل جوه بعض. لازم عكده عمل مراج. اه. ايش اوكي. اه. اه. انا ما فهمتش. ما فهمتش اللي قاليته ده. يعني في عندي هنا اكثر من object. ويمكن في تاني محاضرة خدنا. ان انا ما ادوس control. واختار اللي انا عايزه. او ادوس alt. واشيل المسيلاكشن. مم. مم. طيب. الوقتي لو انا عندي يا جماعة مسلا هنا ده. عبارة عن كيوب. والكيوب ده ليه كزا ضلع. وليه segment ستحت وقت. طب تمام. هل ينفى ان انا احاول الكيوب ده. هو عبارة عن سفير. ده السوق. السايد. بص. الوقتي المطلوب ان انا البوكس اللي عندي ده احاوله كور. شرط اساسي بس اللي هي موضوع المرونة. اللي هي موضوع السيجن. خلاص انت اديت لها سيجن. ايه المطلوب. اخليها كور. اخليها كورة ازاي. احنا اخدنا المرة اللي فاتت امر اسمه باندي. صح? لا حد يرد علي. اه تمام. اه تمام. واجه هنا هو كده. ادي له هنا هو تلتمية وستين درجة. انا كورة او لماذا بشورة? انا بسلم. انا بسلم. اه سلم. طب تعالي نزود سيجن. احتملية للكورة. شوفوا كده. انا كورة او لماذا بشورة? لا لس. لا لس. تعالي بقى اديله باندي تاني. اهو. وتعالي خلي هنا الدرجة بتاعتك تلتمية وستين درجة برضا. اهو. وتعالي غيري هنا المحف. كورة او لمشكورة? كورة. بس خد بالك في حاجة. اولا يعني فيه سؤال عند بعض الناس ببناهم باتي. انا مان يومي الموضوع الكورة. وانا هروح اعمل بوكس كورة. لا هو التارجة مش كده خالص. هو التارجة حاجتين. اولا اقولك ان فيه موضوع اسهل بكتير قوي من موضوع البندة مرتين. ان انت فيه عندك هنا من ضمن الاوامر المهمة. امر عندك هنا هو. وموديفاي اسمه سفيري فاي. الاول. اوتوماتيك بيليب لك الشيء بتاع كورة. هتشايفوه؟ طبعا باي درجة percent انت عايزها. يعني الكورة بتاع كده اللي تحدد. طيب. ايه بقى لازمته بالنسبة لنا احنا. هتو حد مركز معي هزار؟ اه اه مركز. طيب. فانا هاجي هنا اخلي هنا. مقاس الكتلة بتاعتي عشرة فعشرة. واللي الارتفاع بتاع مي. مالها. هتلاقي فيه عندك في المداخل او في الريسابشن مثلا تاع اي فيلا. فيه في السلم. في المطلع السلم يعني عمود يمين وعمود شمال. ما عافش حد متخيره او ممكن لو تحبه اجيب لكم الصور بتاع. بيبقى خشب. بيبقى خشب. وبقى فيه كورة من فوق. ممكن تبقى مثلا معدن. ممكن تبقى مذهب. ممكن تبقى اي شكل. ممكن تكون بالدرب زين يا دكتور صح. اه جزء من اللي هو الهندريل او الكوبست اه. طيب انا هعمل ايه. انا هاجي هنا هون. واجي فيه امر عندي اسمه مش سيلكت. الله. هو ده غير ادت مش ايوه. ادت مش بتعمل ادتينج عندك على الكترة. مش سيلكت دي بتعمل سيلكشن بس على الكترة. فحضرتك هتيجي من جوه كده. واجه اختار فيرتكس. واجه امسك اي مجموعة برتكس انت عايزها. ثم. حاجة وانا مسكهم كده الروخية. حاجة اقوله هنا. ايه اللي حصل قدامي. اه. حييجي حد من زمانينا الوقت يقولي. طب معلش انت الوقت بتقولي دي عبارة عن كتلة ودي كتلة خلاص. طب انا عايزة ادي معلش دي متيلة ودي دي متيلة. وهما حتة واحدة. ولا في مشكلة. حضرتك تعالي هنا كده. وتعالي اطلبي ادت مش. وخشي مجرد انت تختاريه بس كلمة برتكس. هتلاقي مسك اخر حاجة عاملها سفيري فعلا. احنا عندنا عكس اتاتش ايه. ديتاتش. ديتاتش. وافصلة دي. عن الكتلة. يبقى انا فصلتي الكتلة دي عمدي. اه دردي دي متيلة او خامة او ازاز او اي مكان المنظر اللي انا عايزه. ولي تحت اليها الخامة. يبقى الهدف. لو ما كانتش. ما اقولي. لو ما كانتش السفير دي اخر حاجة عاملها. مش هيسلك بقى البرتكس. لا طبعا انا امسك لانا عايزه بردك تانية. تانية. اه بس لك بقى البرتكس. اه عادي جدا. اه. خلاص. بس المهم انت ما ترجعيش في امر. حيرجع لي. حينشلك السفيري فاي. انت في امر جديد اسمه ادتش. خلاص. يبقى كده الهدف الاساسي من الموضوع اللي هو السفيري فاي. مش ان انا احول بوكسة جماعة الكتلة. اللي هيعباره عن كورة. الهدف منه ان انا اعمل منه الشاكس. حد معي يقول فين. حد يحب عيده تاني. حد يحب عيده تاني. حد يحب عيده تاني. اه ياريت. طيب. بصي. انت عندك اصل الشكل اهو. اللي هو ده. كان عباره عن بوكس. والبوكس انا جاي مزود له هنا سيجمال فاق. ودعا نخليهم بالعدد حتى هناو كده. بالمعقول طبعا عشان المشاكل اللي بتطلع. اه. حاجة يا جمعة هناو كده. حقليهم هنا خمسة وسبعين. خمسة وسبعين. وقالي دي كده خمسة وسبعين. طب لو حد يا جماعة فكر خطوة يقولي. اللي فاكر يعني. لو حد فاكر. انا اعمل ادف سيلاكت ماش او ماش سيلاكت. ماش سيلاكت ايه. ثم. بيرتكس. بيرتكس. ثم. امسك المجموات البرتكس. وانا امسكهم حاجة هنا من الموديفاي اقول له هنا ايه. سفريفاي. سفريفاي. طب ثم. اقعد رجائي تاني للفيرتكس عشان تعملي ديليت او تعملي ديتاتش او كزا. لا اطلو بي ادت ماش تاني. ثم. اجي امسك الفيرتكس بتاعتها. واجه اختار من هنا. واعروح اعملها ديتاتش. شكرا ايه. سؤال هو ايه الفرق ما بين ماش سيلاكت و ادت ماش. ما انا هقولك اللي هي ماش سيلاكت ده اللي سيلاكشن فقط. ادت ماش بتعملي ادتينج على الكتلة. بس يعني ممكن اعمل سيلاكشن عادي بالادت ماش برد. اه طبعا انت عايزة توفري في امري يعني. لا يعني اقصد ان هو يعني اه هو هو بس الثاني ممكن اقدر اعمل. بس انا هاجي هنا كده هامسك هنا فيرتكس با ادت ماش وامسك دي. واجهت اطلب لها الشريفة ايه. عادي قالت. وصلت. يلا جربوها بقى. بس الزتون اللي هنمتدي بيها. ان انا لو عندي هنا اهو ده كيوب. والكيوب ده مثلا طلوع وكزا. كزا ده اللي هو عشرة سنتيس. هو طلوع كده. الابجك ده عايز منه خمسة. فرق المسافة ما بين كل اوبجكت والتاني عشرين. كل واحد يلف عن التاني عشرين. كل واحد اصغر من التاني عشرين. هعمل ايه؟ هم يمكن صحب. اقبل روحة عشان اصوت. صحب اقول تاني. الابجكت انت عملته ده عبارة عن كيوب. طمان. الكيوب ده طول ضلعه عشرة سنت. عايز منه خمسة نصف. فرق المسافة ما بين كل اوبجكت والتاني عشرين. كل واحد يتلف عن التاني عشرين. كل واحد اظهر من التاني عشرين. هقري. احنا خدنا اري. احنا خدنا اري. احنا خدنا ايه؟ ده كل ده في ستاب واحدة يعني؟ لو رضيت عليك يبقى انا حلتك. بس السؤال احنا خدنا اريه صحب؟ لا. لا لسه مخدناش اريه. احنا خدنا اكابي با عدد يعني رقم بس. طب. طب. لو طلعنا احنا احنا اخدنا اريه. اقلبة امتحن؟ لا لا ايه بس. هاقولك. احنا خدنا اريه زي ما كان في حد منكم سألني وانا طمنش. يعني في الاجابة من شوية حالا الوقتي. هو احنا خدناها او احنا خدنا اريه. احنا خدناها جماعة اريه بس انفرطة. يعني ايه خدناها انفرطة؟ يعني احنا خدنا شفت مع مو. وخدنا شفت مع روتيت. وخدنا شفت مع سكيت. وخدنا سنابتهم. مش ده حصل؟ صح. اه. لو انت جيت بقى هنا من قيمة تولز. وقلت له هنا اريه اللي احنا مش شفناش قبل كده. هتلاقي ان هو يا دوبك هي هي اللي احنا خدناها بس هم جمع لك الثلاث اوامر في مكان واحد. طبعا في زيادة عن الاوامر دي. بس الاغلبية ان هم جمعها لك. طب ازاي. هجيت بي كده على جمع. طب. يعني اتفرد. طب. ثم. الكاونت هي عدد النسخ. الراجل كان طلب منك كم منهم؟ خمسة. حد فاكل كابي اونستنس و ريفرنس. اه. تمام. هتلاقي في عندك هنا موف. ودي احتيسياتها. ودي روتيت ونفس القصة. والسكيل ونفس القصة. هو طلب منك هنا خمس نسخ. فالق المسافة كام؟ عشرين. عشرين. طبعا في العمل. طب. كل واحد يلف عن تاني كام؟ عشرين. 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 كل واحد اظهر من تاني كام؟ عشرين يعني اكتب منها ثمانين في الثلاثة. اه. عشان بس ما تكونش معقول لها الثلاثة في اكس واحد بس. يبقى المطلوب ان هو راح جمع عليك الثلاثة امر فين؟ هو امر واحد. حد معي او لفين؟ حتى التوتلز اللي موجود. اه. حتى التوتلز دي هو بيرحل فيها الارخام الموجودة. توتلز الارخام. حد معي؟ طيب. طب في زيادة اه. احنا خدنا الوان دي. طب ايه تو دي ويعني ايه ثري دي. هاقول لك بعض. تانسل. ولو انا جيت هنا من قيمة تولز قرية تانية اهي. واعمل هنا ريسات للارقام عشان ما اطلق بطل. واجب لي كده بطل. اعمل تريفيو. وقول له هنا كابي. وقول له خمس ترسل. ايو بقى ايه القصة بتاعت الوان دي؟ معنى كلمة وان دي. يعني هو هياخد الابجكت ويكرر. يعني الابجكت ده. حاجة اقول له والله انا عايز خمسة. فرق المسافة مثلا عشرين. معنى تو دي. وخلي بالك مفعشة تشتغليها لما تعدي على الوان دي الاول. معنى تو دي. ان انت هتاخدي الصف واتكراريه. يعني والله انا عايز مثلا فرق المسافة من بين كل صف وديني مثلا عشرين. وعايز صف او اتنين او تلاتة او اربعة. حد معايا اعرفين. ممكن يعملك شبكة. حاجة هنا في سري دي. سري دي ما ينفعش ان انا اشتغلها الا ما عادي على تو دي وعادي على وان دي. يعني ايه الكلام ده. يعني ممكن اجي اقول له. الارضية بقى اللي طرعت دي كلها. عايز منها خمس نسخ. فرق المسافة ما بينهم من فوق. مثلا تلاتين او اشري. ايه دي نتيجة دي طلعت. هتشاف حاجة? يعني هي بتلعب على الاكسس نفسها ولا ايه بزبط. بص. ارجع تاني كده اندو. انت ما عندكش الاوبجيكت واحد اهو. وباطلع هنا من قايمة تولز اري. الكنسيبت بتاعها ان هي بتروح. تخليلك او تاخد تنسخ. الاوبجيكت بتاعتك اللي موجودة على حسب الايه. الاكس بتاعك زي ما انت بتتكلم. بس اني اكس. يعني انت بتتكلم ان انت عندك الاوبجيكت ده. انت بتكررهولك خمس مرات في اتجاه كازا. هو راجل ما اتعطرتش. التو دي بتلعب على الاوبجيكت اللي انت هتطلعتهم. هتعتبر ان ده اوبجيكت بقى. اللي هو الصف اللي طلع ده. وبتروح تكررلك الصف. تمام. طيب. السري دي بتعتبر ان انت عندك ايه? عندك ارضية. والارضية هديه هي اللي تتكرر. تمام. وتروح عامله لك هنا كزا بقى. وصلت. عشان هدبسك. عشان هدبسك. طب سؤال بقى انا ممكن العب في اللي فوق. اللي اكس وي وزد. بحيس مثلا ان هما يبقوا ملافين. مش عارب ايه كلام ده بقى كان العب في الوان دي والتو دي. اه ما هو ده بقى تدبيس لنا هدبسك. حد عارف السلم من سبايرل. حسيت. اه. حد عارف السلم من سبايرل. اه. اعملي وان دي ولا تو دي ولا فري دي. يعني السلمة. والسلمة دي. بتبقى مقاستها تلاتين. اي من خمستاشر. اه تلاتين متر عشرين اي من خمستاشر. ماشي. وادي بير السلم. او المساحة اللي هي في السنتر بوينت اللي حيلفح حولي اسم. ماشي. هستخدم بقى وان دي ولا تو دي ولا ثري دي. او هعمل ايه. او احنا ممكن ولا سوا بدل ما نعملها. احنا استخدم التو دي ولا ثري دي صار. التو دي وثري دي طب لو حد عند رؤية تانية. اولا متحط وانت معايا حد. احنا مش احنا قلنا مفروض ان احنا لازم نعمل الOne-Dee الاول. اه طبعا لازم نعمل الOne-Dee الاول بقى Two-Dee. اه One-Dee عشان رجاها وراها. وقاة Two-Dee عشان اعمل لها ضب في كله. صح? يعني هلفها حوالي. او بس انت نسيت حاجة. هيراركي تقريبا. ايو اجا ضع. السلم ده. هو بيلف حولين نفسه ولا حولين center point D. يبقى هاخد الاسندر وهاجي هنا كده من هيرارك حاجي هنا افكت بيبوت وهاجي هنا كده وهاجي اقول له سمحت اديني البيبوت لهو ده ثم هاخد الاسندر بوينت واشاور عندي الاسندر خلاص دي اول خطوة فهمتها الاهمية خلاص؟ ثم حاجي بقى من قيمة تولز ودي اري هنا بقى الزتونة فيين انا مايهمنيش تنبيقة لامر اري انا يهمني فهمك لي وطنبيقه على حاجة انت عايزة يعني ايه كلام ده يعني انت بتقولي سلم سبايرل تبترجمي كده اميت حتسلم سبايرل اللي بيعملي في الواقع بيطلع لا بيطلع بيطلع قيمة الايمة تحت سلمة ثم يلف كلمة بيطلع فين هنا موف موف زد اه حاجة اقول له هنا حاجة هنا في زد واكتب له خمسة الرجل العامة اللي انت قلت له عليه وتقول له بيلف يعني تمام روتيت بيطلع ايه طبق وبعدل السلم اللي انت عايزة كمان ايه يبقى انا كده ولا استخدمته 2D ولا 3D عايزك تترجم المطلوب الواقعي اللي برا وتروح انت تترجمه من خلال المكس بص انت عندك النتيجة ايه حتى لو انت جيت كبرت او رفعت الهايه تاع السلندر اه اه هتش عائل طبعا وصلت اه اه تمام طيب حد يفع اعمل سلم ده اوكي ولا حد يحب عايديه تاني لان غربوا نجي الحضرات اوكي غربوه بس بعتوله على الوطس يعني 3D Max زي ما هو ده الإمكانية روح ععمل سلم بأري هو مديني هنا من دن التامبلتس الموجودة فيه عندي هنا ايه نعم نعم بدءا من الهو الستير وطبعا ممكن اخليه هنا ممكن اخليه بوكس في عندك هنا الاسفايرل او حتشعي اوكي وبرك ممكن اخليه هنا اخليه بوكس ممكن اعديل هنا قيمة السلالة ممكن اخليه انسايد او اصايد دي الكوبستا او الهندريل دايتها ممكن اعملها اه في عندي هنا الت واليو تي برضا ومن غير الستيرز مديني هنا ايه كمان ويندوز ودورز يعني اقصد ان انت عندك ممكن تروح تعملي الحاجة وممكن تروح تعمليها كمان ستمبلتس موجود عندك هادي هنا مثلا هادي الشباك اهو وحتى كمان فيه درجة اوبن اوتوماتيك بقى موجود عندك هو ده ينفع ان انا دي له ماتيريال مختلف اطبع كل جزئية من الاجزاء دي هتقدر تدي له ماتيريال المختلفة اقدر اخليه مثلا هنا اهو اللي هو انا كده كده هسلكوا جربوهم واحدة واحدة بس بوصوا معي وبردك اروح اعملهم هنا ممكن ااجي كده هنا اهو في الدورز ومديك هنا اهو تلات انواع ممكن اشغل سناف عشان ما اطلعش مزجزد اجي خلي من هنا جريد وماشي كده بوطلع بيه كده اهو اتشاهد اخدي معي جماعة اه مع حضرت معي اه مديني مجموعة حاجات تملك ان افادتني في الدزاين بتاعي او احنا ناخد فتكوت المانيول يعني سواء كان في 3D او لم ناخد 2D اي دزاين اي مكان خيالي اللي هو العميل اللي هو عايزه هنعمله هناخد دي وناخد بس مفيش معنى لانا سهل على نفسي ان كان الكلام لانا عايزه متاح اخدي معي اه طيب عايزكم بس قبل ما اطلع بريك تجربوا لي اللي هي الستيرز والدورز والويندز بتبعا طليع الواتسات بص يا صارة كده الوقتي انا عندي الدنيا خاضية انا بسجله لك عشان حتى لو اسمعت الفيديو بعد كده عشان النات اللي عندي بلعط طيب انا عندي كده عايز ارسم الدورز او ويندز او الستيرز طبعا لما باجي ارسمهم من غري اي سناب بيطلعهم زكزجين فانا باجي هناو كده بالسناب واروح جاي وااخد هنا جريد فويندز هنا كده هاخد مثلا الدورز او الويندوز اي واحدة ده وحاجة ااخد اي نوع من الانواع اللي انا قلتهم جربوهم وهتيجي هنا من الطب هادوس واسحب انا كده باخد اللي هو ايه عرض الشباكة واجهة دي له السيكنس بتاعت الشباكة وادوس وانكليك واطلع ايه متى ارتفاع الشباكة هتبارك ايه انا هعملهم كلهم حاجة كده على جن ودعني نمشي بالترتيب كده يسارة عشان لما تيجي تسمعها حتى في الفيديو السلايدين اهو هادوس واسحب باديله عرض الشباكة وادوس واسحب باديله ارتفاع ايه انا باسحب باديله ارتفاع نفس الفيس اه يعني بص حضرتك انا بادوس وافضل داس واسحب واشير الصباكة وزوق الماوس عشان اديله سيكنس هادوس وانكليك عشان ازوق اديله ارتفاع ايه عندي اللي هو الفيكسد اهو حاجة كده ادوس واديله عرض الشباكة اهو والسيكنس اهو واطلع الشباكة عندي اللي هو قبل الاخير اهو والسيكنس واديله ارتفاع كلهم نفس الايه طب تمام ايه في عندي بعد كده اللي هي الدورس اهي ايه ايه سارة اهي خليك سمعني بس عشان انت اعرفت الدربيهم صح ولو في مشكلة حوقف المحاضرة اصلة ومشكلة يعني حتى حتى بعد المحاضرة متخلصة اتشرحون متاكة فانا هاجي هنا كده ادي هنا هاخد اي واحد منهم وادوس واسحب اهو اهم اي واحد منهم السناب اهو نفس القصة ادوس واسحب واطلق اخر واحد اهو ادوس واسحب واطلق وصلت ولو في حاجة وقفت قصادك نخش زوم انا وانتي بفيش اي مشكلة خالص حتى لو بعدنا خالص شرطة ولا في اي مشكلة المهم انت تبقى انت متأكدة انت عرفت عميون بايدي باي 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 الجزئة اللي جاية انا محتاج فيها بس تركيز لان هي فيها مجموات اوامر كتير واحنا نشرحها ركزة مراحبة يعني اولا احنا هنحكيها كأنها حدوطة بس يعني انت ولا مسك الام ولا بتكتب ولا اي حاجة بس انت محتاج ان انت عينك وانك تكون معين الجزئة اللي جاية دي مقسومة على اثنين ايه اللي هي مقسومة على اثنين الامر ده امر اسم مورف مورف ده بيعمل ايه امر مورفنج ده اللي هو بيعمل عمية تحويل مبيل الاشكال اللي هي مرحلة ما قبل وما بعد الديه الديزاين بتاعك يعني انك بتوري العميل بتاعك اللي هي المراحل اللي انت عملتها عشان البروجيكت تاعك يوصل ليه للنهائي خالص وتقتد انت توريه طيب عملية المورفنج او التشكيل دي خلي بالك انا هنعيد عدد من مرات كتير على مزاجك انت ان شاء الله حتى ماليكو بس اهم حاجة المرات دي تبقى انت واخد بالك معك عين وين فانا عندي هنا هو كده امر مورفنج ده يعني ايه كلام ده انا مش فان بردك اعني مورفنج لان انا عندي هنا مثلا ده اوبجيكت اللي هو عبارة عن قورة ليه الاسفير وعندي اوبجيكت تاني اللي هو سيلاندرا انا المطلوب مني ان الوبجيكت تاعي اللي هو العمارة او حاجة الانتير اللي انا عاملها كان نفس الشكل ثم اصبحت نفس الشكل تاني انا عايز اعمل تحويل وفيه اناميشن ما بين ده وده طب انا هعملها ازاي قالك شرط امر مورف انه يكون عدم البرتسيز واحدة طب عليش هو انا هعدهم ازاي جمعة انت هنا يا جمعة طب منت حد اه حضرتك طيب حد بس يسيب المايك مفتوح فانا عندي هنا اي اوبجيكت من الوبجيكت اللي هي الموجودة دي الشرطة عشان تتم عمية المورفنج او عمية التحويل لازم تكون عدد البرتسيز باتهم واحدة طب انا هعرف فكيران ده ازاي حاجة على اي اوبجيكت من دولة وهاجة ادوس right click وهاجة اختار object property اللي هي ده تمام دي تفاصيل الكتلة بتاعتها اللي هي من ضنها العدد البرتسيز كام مية وعشرة طب حمزة كمتحة الوبجيكت التاني وهاجي right click عليه وهاجي اقوله لو سمحت اديني البرتسيز بتاعتها عدد البرتسيز بتاعتك كام ربمية ربمية يبقى معنا كده انها عمية التحويل كده فشلة من قبل ما تبتديه ليه لانها افتقدت الشرط اللي هو ايه التوحيد فعدد الايه من القار طب انا هعمل ايه اللي احنا هنعمله ان انت هيكون عندك كتلة واحدة بس زي دي طب ثم حاجة ااخد منها كزا كبير كزا نسخة السؤال بقى متحق هل يمتع مية التحويل ما بين الوبجيكت دي اه طبعا يمتع هما عدد النقاط هما هما واحدة ان هما كبين بعضهم بس استنى بس هو انت هتحول ايه اصلا اذا كانوا هما كلهم شبه بعض تيجي بقى هنا من المرحلة التانية اللي هي مرحلة التشكيل ايه مرحلة التشكيل مرحلة التشكيل دي فيها عدد من الوبجيكت اللي انت بتروح تعدلهم من خلال اوبشنس سهلا زي ايدة ماش وات اي سي دي وكزا مش فاهم بس تعال بس معايا واحدة انت عندك هتروح تعمع متحويل ما بين الاشكال دي بس بعد ما تروح تشكل فيه يعني ايه يعني كان دي حت السلصال وانت هتيجي هنا كده على موديفاي من ضمن الاوامر التعديل اللي احنا هناخدها امر اسمه ايدة ماش ايه ايدة ماش امر ايدة ماش بيعديلي في اصل الكتلة نفسها في اصل البرتكس بتاعتك او الاج حتفاك الاجي ستعتشك اه وعندك هنا الفيس اللي هي المثلسات وعندك هنا البوليجن اللي هو المربعات وعندك الاليمنت اللي هو الشكل تاكول ايوة انت هتعمل ايه يعني ممكن اجي امسك مجموعة بيرتكس زي دي كده وابتدل انا اروح اعدل عليه ايه ده هو اللي انت بتعمله ده هتكون ينفع في شكل البرمق اللي احنا اخدناها في الفيلا هروح اشكل بيه البرمق ايوة طب تماما اخرج من الامر هاجي على الابجيكت اللي بعديه واجي هنا من موديفاي واجي اقول له هنا ايدة ماشي وحاجة امسك مسلا هنا هون مجموعة بوليجن كده اهي ممكن اجي اعملها الروتيت ممكن اجي هنا هون كده على مجموعة البوليجن البوليجن دي واروح جاي اعملها هنا مو اهي طب تماما الله هو انت كده بتعمل ايه انا كده بروح اغير او مكان وجود البرتكس او مكان وجود البوليجن لكن ما بغيرش في عدده بس انا عندي مشكلة المشكلة ان انت عندك هنا النتيجة بتطلع كورنر بوينت حادة هتشايفها افرد ان انت التعديل بتاعك عايز يطلع اطموس وناعم هتعمل ايه قالك انت مش عندك امر انت عندك خمس اوامر ايه هم الخمس اوامر الموديفاي هتلاقي لو انت جتدوس حرف الاف هتلاقي في عندك هنا الباكاتج اللي هي بتاعك اف اف دي اثنين في اثنين ثلاثة في ثلاثة اربعة في اربعة في بوكس فيه سيلندر دي عبارة عن مجموعة اوامر ملهاش علاقها باصل الكتلة من جوه اللي هي البرتكس والاج والفيس والفوريجن لكن هي اصلا بتروح تحط لك نقط عدل من خلالها مش فاهم يعني انا لو جيت خط اربعة في اربعة في اربعة عدد النقط اللي انا بقيت موجود عندي عن كتلة ايه بقيت اربعة في اربعة في اربعة وشكل عرضها هي عبارة عن شكل بوكس شكل عرض نقط ممكن ااجي هنا كده عندك اياه متحط على كنترول وامسك البوينت دي مثلا وروح جاي اعمد دي كده طلليج معك ايه متحط ؟ كورس؟ بس ناعي كمان وسموس او غير ادت مش خالص يعني الطارق الاصلي ما بين ادت مش والباكتش بتاعت اف اف دي ان انت عندك اف اف دي بتاديك الحاجة نعم يعني ايه نعمة يعني فاش كسرات يعني ايه ما فاش كسرات يعني ما هيش حد حاجة اخرج من القمر وامسك الكرة التانية واجي اقول له وسمحك اديني هنا اف اف دي اهي واجي اقول له اربعة فاربعة فاربعة واجي هنا كنترول بوينت وامسك الصف اللي فوق ده وارح نازل دي كده بايت ايه عندك حاجة هنا على الابجكت اللي بعديه قضينا ورائك حاجة على الابجكت اللي بعديه وهاجة اقول له هنا اف اف دي وانت معدكش الاربعة فاربعة فاربعة تعال ناخد تلاتة بتلاتة وتعال ناخد الكنترول بوينت نشوف الورقة بتاعك وفهم اختري وبعدتك نسك بيها ويتنا تقولي ستنسك الوينت وتعالي امسك الوينت اللي هي دي كده تكلم على فاطمة ولا ايه مش حابي نعصر ثم يبقى النتيجة عندي تلاتة هنا بس بس انا في عندي بس مشكلة ايه هي المشكلة ان انت اخر ايه في افي دي كم في كم في كم اخيرا اللي هي اتنين في اتنين اخيرا اربعة اربعة اخيرا اربعة نقط اه لا معلش اه لا معلش جيل جمعة قال لي لو سمحت انا محتاج ان انا عندي ازود عدد النقط اللي هي نقط التعديل او النقاط التعديل في الخطل قال لك انا لو جد دخلت هنا كده من على ايه ف اف دي هتلاقي في عندك اف اف دي بوكس و اف اف دي سيلندر او ايه الفرق مين بوكس و سيلندر البوكس اللي هو شكل عرض النقط طيب على هيئة شكل بوكس السيلندر شكل عرض النقط على هيئة شكل سيلندر يعني نهاجي هنا هون كده FFD سيلندر متحة انت معي صح اه اه محور طيب ايه ماشي بس انت قلتلي انا محتاج ازود عدد النقط انت هتلاقي المتحة عندك هنا ايه 6 number of points اه متحة عايز 5x5x5 او 6x5x5 خلاص برحت يبقى انت كده بتزود قيمة النقط او عددها عشان لما تيتعدل تعدل بناءنا عنوات الجديدة ايوه عشان تعمل ايه عشان اقدر امسك هنا مجموعة points كده بردك نفس القصة control points وامسكها وبتدي ان انا اعدل فيها او اشكل فيها شكل الكل ايه بقى الخلاصة من كل اللي انا جيت عملته ده ان انا حصلت على اربع انواع من الانواع اللي هي الاوامر او فيها عن اخنوعين اصليين اللي هو ايدي تمشي للنتيجة بتاعتها تطلع حادة او FFD بانواع اللي هو اتنين في اتنين تلاتة في تلاتة اربعة في اربعة في بوكس في سيلندر ده كله بيديني الانتيجة تموس ونعم عم طب تمام يبقى انا كده ما لعبتش في مين فعدد الاصل بتاعت الكل يبقى كده عاملت المورفينج او التحويل او البرزنتيشن اللي انت عايز تعملها هتحصل اه ازاي حاجة هنا عند الكونباون حتلاقي فيه عندك امر مورف ما بفئة انا همسك اي object من الobject وهاجي هنا مورف حد فاكر حاجة اختار مورف وهاجي هنا متحة هغير time frame واقوله هنا auto key سجل ان انا هعمل pick واخد object تاني الكتلة اللي اويني راحت فين ما هديما راحت تصنيعك للكتلة ثم هغير time frame واخد اللي بعديه هغير time frame وهكذا لحد ما خلص بقية الاشخاص او ممكن احط ليه تاني حاول ليه حاجة اطفل auto key واجي من هنا كده واخرج من الامر خالص واجي اعمل play ايه النتيجة اللي انت هتشوفها قدامك اللي هي مراحل تصنيع الكتلة بتاعها كانت ايه وبقت في النهية ايه هيجي حد من المجموع يقول لي انا مالي ومالي presentation انا ما بستخدمش animation خالص يكفيني ان انا عرفت مجموعة الاوامر اللي هي تعتقدت ناشا دي يعني والFFD عشان تشكل عندك في الكتلة يعني هقول لي انا هاجي اخرج من دي كده خالص هدي مجموعة لاشكال وهاجي مثلا انا عايز اروح اعمل الدوم اللي هي تعتاك محل زي ما حتى ايشتها يمكن في اول محاضرة مش فاكرة احنا اخدناها اول او اتنا ايشتها في اول انا هاجي هنا زود segment واجي هنا كده من modify وهاجي اقول لي وسمحتي ديني هنا FFD واختيارك لعدد النقط على تخيلك في تشكلة النقط اللي انت عايز يعني انا هاجي كده وهاجي اخد control point وامسك الpoint دي كده ورحمة الله هنا ريسك هتشايف حاجة اه حاجة هنا بروتشيت يا متحة وراح جاي عامل دي كده انت اللي بتشكل طب ايه اللي خلاك ايه اللي جبلك تاخد اربعة في اربعة وانت كان ممكن تخيلك تخيلك لشكل النقطة اللي انت نفسك تطلح اربعة في اربعة منفعشي خلاص ناس بالتكلم حاجة هنا حلغي يعني اللي بيحاول يجرب وراي انا كده كده انا قلت انا هاشرح عشرونية مرة بس انا مش محتاج غير التخيلك ودنك وعينك معك انا ممكن اجي هنا هون كده واجي اقوله هنا اف اف دي وهاجي هنا ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ليه انت اخترت المتحة ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة عشان انا شايف ان انت عندك التخيل بتاعك او تحليلك للكتلة مش هيطلع على كده انت شفت كده وممكن امس الكتلة دي كده وابتدأ ان انا راح اعملها هنا انت شفت ان النتيجة بتاعتك مش تطلع على ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة وده مش هيجلة بالتجربة طب انت فيه عندك حاجة تانية فيه حاجة او فيه فيلا زي اللي انت هتتدبسه فيه النهار اللي هي عبارة عن ايه اللي هي شكل فيرامج بتاعها او شكل تغطية بتاعتها هي عبارة عن شكل هارمي شكل هارمي عامل زي التمانية زي التمانية اللي هي زي دي كده بس يا نهار بيض احنا هنعمل شكل هارمي ده من فوق ازاي اللي هو ده تبتكره ازاي تبتكره ازاي متى او مش ده بيرامد طب الشفة دي هتعملها ازاي طب هي ما تنفعش تانية متحد بالبوكس بوكس اه تعالى كده هنا انت عندك ادي بوكس اهو باللانس الويتس اللي انت عايزه وتيجي متحد كده تزود له هنا سيجمانت اهي بردك بناء على تخيولك وشكل السنون دي انت عايز تطلع واجه هنا كده من موديفاي واجه اقول له هنا ادت مش واجه هنا اختار بيرتكس وابتدي ان انا اروح اعمل موف لالبيرتكس دي اهي وانزل بيها كده امسك موف لدي وانزل بيها كده اهي وامسك اللي فوق واجه هنا مسلا بسكيل بدل ما اصحبه بأداية اخلي سكيل تحزير لا لا متحد ما كانش يقصد كده متحد كان يقصد انه هو لما ييجي يعمل لها ريسكيل فيه سبيس ما بين كل واحدة وتانية بس طولي طولي ازاي يعني عمين كده ايه ده انت بتتحرك بمونتال حرية متحت ايه شايفة اه ايه ايه اه طب تمام افرد ان الكتلة مش بتاعتك كده لا ده هي عبارة عن ايه ده عبارة عن كتلتين متقبلتين ايه زي التمانية زي رخم تمانية بالظبط يعني ادي هنا بوكس انا بكلم عن تغطية فيل حتيجي تروع انت جاي عمد دي كده شايفة والنحة التانية مقلوبة انت تفهم يعني ايه متحت مقلوبة يعني معكوس دي خمسة واربعين تاح طب انا هعملها ازاي بمنتهى السهولة انت هتيجي هنا كده من جوه ايدة مش وهتيجي تزوده هنا سيجمت ليه عشان تيجي هنا من جوه ايدة مش دي كده واجي اخد البرتسيز دي كده اهي واجي هنا ابجيكت ورح جاي رافع دي كده اني اسهل واما كلهم يعني سهلين ويعني بيقدوا افكار مختلفة بالظبط هو ده المقصود يعني اصد ان ما كنتش انت هتروح تستخدم الشكل بتاعك او الامر مورفين ده كبريزنتيشن فخلاص انا تكفيني مجموعة الحلول البديلة اللي هي تاعة ايدة مش والباكتج اللي هي تاعة ايدة مش وصلت؟ تمام مش باكلم خطوات مش باكلم خطوات خالص انا عايد تاني انا عايز انا هو الامر بتاع مورف ده مفهول ان هو يعني هو امر واحد معمول اصلا عشان يعمل عميل تحويل ما بين اكتر من شكل ويتسجليه فانت لما تيجي تعملي بلاي العميل او اللي هيشوف يعرف مراحل تغطول الكتل فقط او يعني هو بيغير في الشكل بتاع الكتل الكتل هو بيغيرش هو بيحول هو ما بيغيرش هو ليه ان هو بيحول ما بين الاشكال المتغيرة اصلا او ميش اللي بيغير بقى الادة مش الافه gesehen او ignorant انا عايد تاني حد راية ان الموضوع المورفنغ ده واحد Battlefield بلنا اكتر بالانتيراد اكتر اه بس خذي بالك ان انت عندك هو مش في تصنيعه هو في تحويل الاشكال او البرزنتيشن هتعمل على العميل ان الكتلة بتاعتك كانت كزا وبقت كزا اللي هي مراحل الوركين بتاعها او التصنيع بتاعها هتبالك طيب تعالي نعملها تاني بس واحدة قوة حد يحب مالين طيب اللي فاكر اي خطوة اي اللي فاكر بص انا هتعمل كي ان انا ما عارفش ماكس عشان اللي واقع منه خطوة وعايزي اتاكد منها هتاكد يعني انا بالزبط انا كياني بادوس على يلا طب دكتور ممكن سأسؤال قبل ما نبدأ بس قولي يا فاني براحة هو احنا ما كانش يفع في الاصل يعني بعد ما عملت السفير والسيلندر ازبط الورتكس تبقى قد بعض ينفع طبعا واشتغل على نفس الحاجة اه ينفع ينفع واشتغل بوزود بورتكس طبعا ووزود بوليجنز ووزود لاينز بس لما نقف على ودانة حتى عمرين ما هنزبط نعرف نزبط الرقم بس فهمانين هتقف معيك على واحدة على اتنين عمرها ما تزبط نفس الرقم يعني لازم ابدأ بنفس البيض صح؟ اه طبعا لان احنا هناخد في امر ايدل بولي ما نيجي ناخده تو دي انتي ايدل بولي ده انت ممكن تشكليه بيه كتلة بالكامل فانا ممكن اروح اعمل ممكن اروح اعمل ممكن اروح اعمل سيجمانت اروح اعمل حاجة اسمها برادج وراح اوصل واعمل كامر الخاصة دي كلها بتزود لي بيرتكس وبتزود لي سيجمانت بس تسويها بقى باصل الكتلة هتلاقي فيه فرق هتجننك هتلاقي فيه فرقة واحد او اتنين بالاخر هتدعمليني ولا اقول انا بالراحة اه هنروح بقى على ال FFD هنتجي ال FFD ماشي هاخد قاني واحدة فيهم ممكن اربعة اكربعة ثم كنترول بوينتز عشان اقدر اعمل اي بوينتز وشك اي تشكيل على مزايد ليه انت شايفة ثم طب انا اسأل سؤال وايه الفرق ما بين هو ال FFD و امر تيبر تيبر طريبا مش بيعملها سموزز انما FFD بتخليل بأجزز سموزز لا بيعملها سموزز بدليل ان انت بتروح هتزود لسيجمان لكن FFD كمية التخيلات او الامكانية في تعديل الكتلة اكتر بكتير او من تيبر تيبر انت عندك اماونت وعندك كيرف صح؟ لا لا مفيش ريديس واماونت كيرف فقط يعني يزود السطح ويقلله ويعملك الكيرف اللي هو اللي تحتيه كيرف او او لا لكن انت عندك ده تخيلي ومسك النقطة على مزاجك وشكليه براحة خلاص؟ اه يعني كأن تيبر ده هو عباره عن تامبلت جزء من FFD تتفهماني؟ يعني FFD اعم واشمل طيب حمس الكتلة اللي بعدها واخد طب ممكن نعمل دي تيبر اوكي اهي بس شايفين الفرق اوكي ادي تيبر اهي وهاجي اروح نزود الاماونت اهي اهي مش انا اللي بعدل بنفس الاية مجرد ارقام اه 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 اهي بص شكرا لا معلش عايز ااخد النقطة دي لا مفيش نقطة شكرا خلون تاعمل تمام يال اه هاجي ااخد FFD مين اللي كم هزور اللي كم تتنليني؟ لا رقايا بس لو عملت التيبر ده ادت ادت بولي اقدر اشتغل عليه او ادت مش صح؟ اه طب لما انت عايز اه هم واجي هنا ااخد كنترول بوينت واجي هنا كده واشكل دي كده ثم خلشها اللي بعدين بوكس فيل هو مش فكرة يعني كنا لسا عاملينها بس احنا بتزود الكنترول بوينتس نفسها اه ليه FFD بوكس و FFD سيلندر ممكن نعملها؟ ممكن طبعا حاجة هنا FFD واجي هنا بوكس او شكرا بتاخد دي ولا دي بوكس هي هتفرق معاك؟ متفرق لا تفرق طبعا في شكل عرض النقط انا هعملك الاثنين بوص حاجة ااخد FFD بوكس بوص شكل النقط عاملة زي بوكس شكل النقط الورنج ايه هاجي ااخد FFD سيلندر اهو بوص شكل النقط او شكل عرض النقط باتعملة زي هاهو اهو اهو طيب وهاجي هنا كده control points وقولواوا سيت number of points وهزويضل الpoints نعائزة موامل ثم واجي امسك ضد الpoints الجديدة اهي ثم عدل ها ايه تاني هاجي اخد من هنا ادت مش واجي انا موديفاي واجي ادت مش واجي ادت مش واجي اخد من هنا وامسيك الوينت وغير فيه اه دكتور تموك شؤال اه 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 هو انا لو انا عايز اعمل الحاجات دي بمقاسات او لا يعني يكون مظبوطة بالزبط اللي فوق زي اللي تحت اه اه ممكن اعملها بريت كليك على دي سكيل مسلا طبعا يعني انت ممكن تيجي تمسك الوبجيك بتاعك ده كده اهو واجي اقول لو سمحت روح اعمل لي هنا ادت مش واجي اخطار مسلا دي حتبالك واجي اقول له لو سمحت اخطار لي دي كمان كنترول معه واجي هنا بريت سكيل واقول لو سمحت دي هنا اهو نسجة خمسية كل دي بانا كده لاتنين ساعتهم بنفس الناسة اوكي طبعا ورزيت وكل حاجة بنفس الناسة اه طبعا ايدي اه اه دكتور ووحنا شابه اللي قابلو دعم الناس ازاي اني واحد اللي هو المعرفش ايونا اه هو ده اه اه امسك هنا مجموعة اوبجيك القصدي مجموعة دارتكس ادي تماش اهو واجي هنا مسلا جيت هنا على البرسيز ورح امسك دولك كده ورح اعمله هنا ريس كده خالي باقي انت الحاجة الوحيدة بالنسبالك هي موخد شو تخيولك يعني انا متخيل ان انا طلع كذا فالشيكة يطلع مياه كذا ها هعمل اي بقى مش هنحولهم مين كان بيمالين عمسك اللي عبدال فعملون دوتايشن بقى لازم دي اي واحدة اه اي واحدة السيناريو ده بتاعك انت ثم خوش عندي مين 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 اه اي اقول له عن الطايم فريم كذا سجل اتوكي سجل وهاجي هنا بك هاخد هنا موف بك ورح اخد التاني وحفظل اغاير في الطايم فريم واخد اللي بعدي اهو اتشايف اهو اتشايف 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 احنا بمعمل السيناريو وممكن بقى كذا امر يعني في عندي هنا امر سكيل ممكن اخلي سكيلو زيرو ممكن اروح اعمله مسلا اه حركة بسلوب تاني على باس و هكذا لكن مورف وهو عملية تحويل الاشكال بفعل ما هو اوكي برا باور جول بس يعني مجموعة الافق في دي والايدة مش اعتمديتها في الاول في الاخر على تخييرك واختيارك لعدد النوع ثم التشكيل فيه هو مديك مجموعة اوامر جاهزة من نفسها يعني ايه جاهزة من نفسها يعني انا لو جيت مثلا هنا مثلا كتلة زي دي فيه من ضمن الاوامر الكتير قوي هتلاقي فيه عندك هنا امر اسم مواصلا استراتش اوه الله هو انا هلاقي فيه ايه ايه دي استراتش ممكن يزود القيمة هتشايف اوه دمائم اتحب؟ تمام تمام احضر ايه ده هو انت ده ينفع اه ينفع تروح تعمله بالافق في دي اوه عادي جدا بس انت هنا حاطتك استراتش وحاطتلك القيم بس بتعدلي فيها بزيادة وبنقص شايفة؟ طب طب بلاش ده هتلاقي فيه عندك امر تاني اسمه رابل ايه رابل ده؟ لو جيتي بسطة الكتلة كده وزودت الوايفز تاعتها ربسي وغيرت الوايف لانس مثلا اوه افيها الحاجة؟ ده يتعمل بالافق في دي؟ اوه مش شايفين ليه مش شايفين ليه؟ يتعمل اوه تمام يتعمل بالافق في دي بس ده اسهل وعلى حسب احنا عايزين ايه بقى؟ جيد عبر ربعلي بس مين بقى اللي هو اعم و اشمل الاف اف دي والايدة ماشي؟ بمنتعل حرية؟ اوه رابل ده بيعمل ايه؟ حاولك اللي هي عبارة عن ايه؟ لو انت جيت كده مسلا عندك هنا سيلندر اوه وجيت انا هنا زوت له هنا سيجمينت اتبالك وزوت له سيجمينت وطبعا المشكلة بتاعته هي موضوع سيجمينت وجيت قلت له هنا رابل ايه كده وجيت زوت الوايفز بتاعتها كده كايفة؟ طبعا وجيت انت غير تفضلها يطلونها ممكن تكون نافورة ونافورة والمية بتاعته النافورة بصي وممكن تسجل لها كمان لو عايز عن تايم بريم كازا تسجل وروحها في واطفي وعمل ايه؟ اه اللي انا اصده من الكلام ده ان انت فيها عندك مجموعة من الاوامر الجاهزة انت ممكن تسعين بها بس الاعمة والاشمل اللي هو ايه اللي هي يعني هقول لك مسلا لو انت حبيت تروح تعمل مسلا اه راملة هتعملها ازاي ازاي بعد اللي احنا خدنا ده كل اهو ودي درجة اللون الاصفر اهو وهاجي هنا اهو كده اهو اكي بالك اهم حاجة ازوده سجن ماشي تذكروا هعمل ايه؟ اهو ممكن بالفف دي عادي ان انا اسحبها الفوق اه بس صعب اوى جمعة صعب اوى ان انا قعد اسحب فوق نقطة نقطة شاء الله ما انت عملت هتاخد فيها كاملية هتخد اوى مجموعة البنات مشيت ولا راحت فينا اوه 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 احنا ماخدناش الرجل ده بداينا اللي هو اخدنا اللي هي اوه اتناش اخدناش حاجة لو انت جيتي بسيط هتلاقي في عقدك من ان اوامر الجاهزة اعمل اسمه ايه نويز تعالي صغاري الاسكيل بتاع النويز هقول مسلا خامسة اهو وتعايي غياري ان هو هيعمل نويز في الزد دي مسلا ايه الله 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 راملة الله مش راملة خطة واحدة اللي انا اقصده من الكلام ده ان حبيتي تستخدمي التامبلت او الاوامر اللي هي الجاهزة خلاص ان حبيتي تستخدمي ان انت تشتغلي وتتخيالي وتطلعي بردك ده مو طب مين ياخد زاتونة طب ممكن فاسؤال قبل الزاتونة براحة هو الف اف دي ما اقدرش ازود فيه يعني افرد انا عايزة اطلع شك لا ما اخدناها اخدناها طب اخدناها وعدتها تاني الجمعة اللي هي في عندي في البوكس والسيلندر اللي هو الف اف دي اللي هو انت كنت مزوعة فين لا انا كنت موجودة بس ما يعني دلوقتي افتكرتها طيب بس هتعلاش يا دكتور موجود طيب بس بص لو انا حبيت اعمل سطارة هعملها ازاي سطارة سطارة انا هو اكيد حاجة دي على هرسم بلين بس هي مشكلته بها الحاجة الوحيدة اللي هي سيجمت ادي الشكل وهاجي هزود سيجمت ثم انا هاجي بالف اي فيديو وعودة طلع صف واسيب صف بص هتلاقي عندك اي هتلاقي في عندك امر اسم وين وين اللي يعمل اي ده بص كلا بعملي بصي سطارة مستارة 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 هو ليها هعيب وهنعليجها ليها عدل البرتكس طبعا ده الكلام ده كتير قوي يعني هتلاقي بالك بس وليها حال انها هتكون اقل بكتير يعني بس دي امر جاهز من الاوابن ينفى اعمله بالف اي فيدي والايدف مش بس كده اسم طب هو ممكن تقول هو ممكن ان انا بعدا ما اعمل مثلا ويف اعمل اف اف دي مثلا بحسن انا خليها مثلا طايرا شوية اه طبعا وخلي بالك يا فاكر امر اه اللي هو ادينا الدنيا في الاول ده بيع ده هو اصلا محفوص عشان اسم هضوص طيب طبعا دي اف اف دي يعني اجابة على سؤالك اه ينفع اف اف دي امسك دي وراجي امتخرها كده شوية وامل عقدة اللي في النص بايمي اه اه بس بردك تحس نافيك ما هيش صحيح بايمي اه انما اللي هو ده هيتطلعها لك زي الصورة بزبط بزبط حد معي ولا يبقى المقصود بردك من الرغي ده ايه ان انت عندك مجموعة اوامر بتساعدك ان انت تعمل حاجة جاهزة وفي عندك ال اف اف دي والايدة مش بتوع تتخيل ترسم سكتشك على ورق او تتخيله فدناك ثم تيجي تطلع تعمل تطلع طب اقولنا طبعا الامر دي فيه منها كتير اوي هنا اوه يعني انت هتلاقي مثلا عندك امر اسمه مالك انا عايز اعمل مثلا بزنتيشن ان مثلا كان في عندي عمارة وفجأة طلع ايه ده ازاي يعني امر منت ده اللي هو بيسيح الكتر او هتشايفوه او او ايه ده بيعمل ايه؟ بص الامانتو بتاعتم 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 ايه؟ ده اخذ بالو يا مجموعة الناس فينا جمعة او 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 خلي باكداب بيسيح الكتلة وكمان بيقولك لو سمحتي قوليلي الكتلة بتاعتي دي آيس كريم ولا جلاس ولا جيلي ولا بلاستيك ولو حاجة خلاف دولار حطيلي هنا الكاستم بتاعه ايه طب انا مالي بالكلام ده انتي ممكن تكون حتة الكتلة سواء كتأنتيري او اكستيري انتي عاملها كده وعايزها تطلع من تحت الارض والقال لدي بنشوفها في التليفزيون ان ما كنتش في حاجة وفاجأة تكون طلعا عن تحت الارض يعني ايه عند تايم فريم مية قوله اوتو كي سجل وخليه الامونت بتاعتي كما كنت يبقى لما تدفل اوتو كي وتيجي تعمله هنا بلاي بصي هتشاهب حاجة اه فكرة يعني هي فكرة انا مش هروحها عامل ميل ولا الجيلي ولا الكلام ده كل بس هستخدمها النفس انا ممكن استخدمت دي في الغطة او كده اه اه الغطة ايه السريف لا متنفعش ليه للنغاطة السريف ده لازم يتعامل بانسيابية بامر كلاود وصلت يعني ما يبقى عشان انا املت حاجة على حاجة صح لا ما تتعاملش ملت حاجة على حاجة الملت حاجة على حاجة ده بكلاود الملت دي تقدر تطلع لي شكل كتلة يعني مثلا انت بحاجة كده على الارض بعد كي يبدأ يطلع لي مش شكل المبنى بقى كاينيش اهو اهو ما هو ده وصلت صحيب احنا كده اخدنا كما اهم هتجربوا ملت و مورف ملت ريبل ما هو مورف 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 اشتركوا في القناة